اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محمود ممتاز لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل تناول الاجتماع تحسن مؤشرات مصر وفقا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوع اشتركوا في القناة